من النهاردة ومن هنا ورايح مش هسكت تاني وهخليك تنفذي كل حاجة هعملها وعايزكي بقى النهاردة تقوم تنفذي الكيكة القمر ديت لا لا يا هيبة دي مش كيكة ده جاتو جاتو شاتو طعمه حلو جدا شايف اللوحة الفنية اللي قدامك ديت اتعملت ببضاية واحدة بس وبسم الله ما شاء الله قضت عدد كبير جدا يعني عملت دستة ونص من الجاتو ببضاية واحدة بس تعال نسمي الله ونصلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وهدي شفشق الخلاط بسرعة في ايديكي ونحط فيه كباية لربع من السكر عليها كباية من الحليب وربع كباية من الزيت ومعاية باكت من الكريم كراميلي طبعا الباكت بيكون جوا زرفين زرف بودر وزرف الكراميل هركن الكراميلي على جنبه وهاخد البودر احطه في شفشق الخلاط يلا بقى منشن وشيل لاني وصفة النهاردة والله العظيم طعمها زي العسل الله ومبارك ضربت الكلام ده كله مع بعضه في شفشق الخلاط لمدة دقيقة على مراحل طبعا بعد كده هاخد منه كباية واحتفظ بيها في التلاجة وباقية الخليط اللي موجود في شفشق الخلاط هنزل ببضاية عليه بضاية بدرجة حرارة المطبخ رشت بانيليا بسيطة وضرب الكلام ده كله مع بعضه انزلي بقى بالخليط دوت في اي بولا عندك وحط عليها كباية ونص من دي المنخول كده حطيت نص كباية كمان هحط رشت ملح بسيطة ومعلقة كبيرة من الكيكشف هقلب بقى كله مع بعضه في اتجاه واحد بالمضرب او بالمعلقة مش هتقولك لا المهم اللي انت تقلبي كده خلاص بسم الله ما شاء الله الخليط بتاعي بس عايز اقولك في المرحلة دي احتجت كده اللي انا احط حوالي اربع معالق من اللبن علشان خاطر حسيت للخليط معايا تقيل شوي انت كمان ممكن تحتاجي او لا على حسب الدي اي بعد ما خلطتها كويس جدا نزلت بمعلقة كبيرة من الخل الابيونت هجيب بقى صانية مقاس تلاتين والصانية اللي انا مستخدمها ارتفاعها مش عالي الصانية اللي هي بتاعة البسبوسة هدهنة دهنة بسيطة من الزيت وحط فيها خليط الكيك ده ودخلوا الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطوني هتقعد بالزبط 25 دقيقة وطبعا على حسب درجة حرارة الفرن والوقت بتاعه اول ما تخرج من الفرن هكون محضرة نص كوبية من الحليب سائع عادي هنزل بالحليب على الكيك طبعا في الوقت دوت انا بحبها سخنة انت عشان الجو حر وما تعملش الغلطة اللي انا عملتها هي مش غلطة هي بصراحة بتخلي طعمها حلو ما تحطيش الكراميل او الكوبية اللي احنا شنيها عليها وهي سخنة استني عليها شوي سبيها كده لمدة ساعة تدي كده تاخد بدرجة حرارة المطبخ وبعد كده نزلي عليها بالكوبية اللي احنا شنيها بعد كده هنجيب كيس كراميل اللي احنا شنيه من الاول ونحطه بقى كده بالشكل دوت ونعمل خطوط بقى طلية عرضية اللي انت عايزة اللي احق قدامك ورسمي بقى وفنيني زي ما انت عايزة بس نصيحة مني يعني هو هي وهي سخنة طعم وهي وساعة طعم فانا بصراحة بحبها انا والولاد وهي سخنة تكون طعمها حلوة ومش سخنة اللي انا اتلسع يعني زي الشاي لا بتبقى هادية كده طعمها حلوة قوي كده خلاص بسم الله ما شاء الله انا بقى اطحة قطعة كده مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي تقداري تستبدلي الصينية مدورة بصينية مربعة لو انت حب الله بقى انا هنا زودت بقى الكراميل علشان خاطر بس يديني كده طعم قوي شوية كراميل عبارة عن نص كوبية من السكر كراميليها على النار حط عليها مكعب من الزبدة ونزلي عليها بشوية لبن صغيري سبوهم يغلو واتطلعي احلى شوية الكراميل اشتركوا في القناة